السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامليني يا احنا شباب. النهاردة بازن الله الجزء الرابع في الاحوال الشخصية. اه كنت ده كان هيبقى الجزء الاخير بس حصل مشكلة في الورق. فاحتمل ينزل الجزء اخير. ولو ما نزلتش الجزء اخير يبقى ذكروا انتو الجزء الاخير ده مع نفسيكم. تمام? وما تبقى تلات ورقات يعتبر او اه لا خمس ورقات زادوا على اللي هو اسباب تطليق الارثوزوكس اللي انا كنت اقل لك مش هشرحها في الاخر. فان شاء الله لو الجزء الخامس نزل يبقى ده تمام لو ما نزلتش بقى يبقى حاولوا ايه انت خلصوا مع نفسيكم ايه مس صعبة او يعني. تمام? اه شكل الزواج. اه بص عشان اه ده دلوقتي شكل الزواج اللي بيحصل عند الغير مسلمين. شهر الزواج. عندهم في حاجة اسمها ده بالنسبة للمسيحيين. شهر الزواج يعني ايه? يعني ان احنا نشهر زواجنا. كان فيه شرط زمانة عندهم يا جزء اه بالنسبة لكل بقى ايه? اه بالنسبة لكل ملة. ان هو كان مسلا ملة تقول لك لازم لازم عشر ايام ما بينهم يومين الحد. اللي هو يومين اللي بيبقى فيهم الصلاوات. تمام? فلازم يكون فيه اشهار للزواج. ويعني الاعلان عن الزواج قبل ابرامه. يعني تعلن عن الزواج قبل ابرامه. حتى يتمكن زوج شأن بالتقدم بالاعتراض عليه. اذا وجد مانع لانعقاده. يعني ايه يا جماعة الكلام ده? يعني عندهم زمان. اه اه دلوقتي حد دلوقتي بيحصل فيه بالنسبة للمسيحيين. اه قبل الزواج لازم يكون فيه اشهار للزواج. يعني يعني فيه اعلان بتاع الساعات بيبقى سبع عشر ايام ومش عارف الاوقات بتاعته بالزبط. بس هو تقريبا بيبقى عشر ايام بيبقى فيه يومين اه لازم يكون فيه صلاوات. فالمهم بيقول لك لازم يحصل لاشهار الاعلان ده يا سيد. عشان الناس تيجي? لأ مش عشان الناس تيجي. لأ ان هم مش متعرضين او فيه مانع او فيه اي حاجة يتقدم بالمانع ده خلي بالك وممكن الزواج ما يتمش. تمام? ده الاشهار. بيقول لك شهر الزواج ليس شرطا اه لصحته. وتقلفه لا يؤدي الى بطلان الزواج. يعني ده ليس من شروط الصحة وكمان ما بيؤديش لبطلان الزواج. ده بالنسبة ايه? لشهر الزواج. سهل جدا. انت تشهره. تمام? اه وعشان لو حد مسلا شاف ان فيه مانع اي حاجة يتقدم بالاعتراض او المانع ده. تمام? الاذن بالزواج. شريعة الاطباط. اه تلتزم رجال الدين ان يحصل من الرئيس الديني على اذن بالزواج. يعني ما يكون فيها جماعة عقد بالزواج على الاذن بالزواج. لازم ياخد الكهنوت الرجل الدين بياخد الاذن ياخد العقد بالزواج ويطلب من الاذن من الرئيس بتاع الكنيسة. تمام? الرئيس الديني على اذن بالزواج. وهذا الاجراء لا يترتب على تخلفه البطلان. يعني حتى لو الاذن ما خدش الاذن ده عادي ما يترتبش بالبطلان. يعني مش لازم الاذن هنا. افرد كان عنده مثلا الف حالة زواج في يوم. فهنا اه لو ما حصلش الكلام ده عادي ما بيحصلش البطلان. بس هو بياخد الاذن بعديها بوقت عادي ما فيش مشكلة. صلاة الاكليل ودل عليها كلام بقى. لا يكون الزواج الا بحضور كاهن. يعني لازم يكون في كاهن. وصلاته عليهما في الصلاة هي التي تحلل النساء للرجال والرجال للنساء. يعني لازم يكون في كاهن. ولازم يكون في صلاة عشان هي اللي بتحلل الشخصين لبعض. تمام? تعال بقى نشوف صلاة الاكليل. ضرورة تدخل الكاهن المختص. يعني بيقول لك لازم يكون في كاهن مختص. تجمع الشرائق المسيحية على ان الزواج لا يتم بدون رجال الدين يعني الزواج يا جماعة ما بيتمش بدون رجال الدين الا بقى ان شريعة الكاثوليك ان الكاثوليك قالولك عندنا بعض الاستثناءات في هذا الشأن اذا كانت مشاقة جسمية لو كان في مرض جسدي او اي حاجة دون الحصول على الرئيس الديني او الكاهن يأذن بيبقى فيه اذن اليوم ان هم ما يتجوزوا تمام لو كان في مشاقة جسمية فممكن بدون حضور الرئيس الديني او الكاهن ففيه حالة خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود امام الشهود لو فيه خطر ان هو يموت وكلام ده ممكن يحصل الزواج عادي قدام الشهود ما فيش اي مشكلة مش لازم يكون حضور رجال الدين اما لو في غير خطر الموت لو الحال ده استمر للشهر مسلا ان ما كانش خطر موت كان مرض عادي وممكن يبقى يؤدي لخطر الموت وكلام ده بعدين فالمهم انه لو عدى مش ممكن يبقى فيه خطر على الموت وعدى عليه شهر على الحال ده فهيتم الجواز برضو امام الشهود تمام ويعرف الكاثوليك النظرية الكاهن السوري يعني ايه الكاهن السوري فاذا عقد الزواج كاهن حقيقي او كاهن غير مختص وكان الطرفي حسن انه اي اعتقدان صحة صفته فان هذا الزواج يكون صحيحا يعني يا جماعة دلوقتي لو كاهن كان مختص او غير حتى كان غير مختص ده ما طالما الزوجين عندهم حسن النية انه هو فعلا الكاهن فهنا بيكون الزواج صحيح وما بيكونش فيه اي مشكلة ولكن يلزم كقاعدة عامة اي يعقد الزواج على يد كاهن مختص مكانيا ونوعيا ازا ينبغي ان يتم الزواج تبقى لمرسيم الكنيسة يعني لازم الزواج تبقى لمرسيم الكنيسة ويكون فيه كمان كاهن مختص بس لو كان الاتنين حسن النية وكان الكاهن مش مختص ما بيكونش فيه اي مشكلة اما عند شريعتين ده بالنسبة للكاثوليك اما الارثوزوكس والبرستانت فلم تشترط سوى ان يكون الزواج على كاهن ولم يوجد نص صريح تطلب الاختصاص لازم يا جماعة بالنسبة للكاثوليك يكون فيه اختصاص اما في الارثوزوكس والبرستانت ما حددوش كده لان ما كانش فيه نص صريح هو لازم يكون في كاهن بس ما حسسه ما كتبوش ازا كان مختص او لا فيه كاهن يا جماعة بيكون مختص بكزا ومختص بكزا ومختص بكزا فلازم ده يكون كاهن مختص في الزواج لو كان مختص في حتة تانية فهنا لو الزوجين حسن النية فالزواج بيكون صحيح ما بيكونش في اي مشكلة الشكل الديني واختلاف الدينة والدين والطائفة والملة الديانة والطائفة والملة ازا اختلف اطراف الزواج في الديانة او الملة او الطائفة فيجوز لهم ان يقع الزواج في كنيسة احداهما بعض الكنائس ترفض ذلك يعني لو هم مختلفين في الديانة او الملة او الطائفة اه اللي هي الملة او الطائفة قصدي مش الديانة بقى الملة او الطائفة فهنا اه وممكن الديانة بس مش عارف اينا لو اه هتختلف فقط من الاحوال. بس المهم اللي احنا بتدرسوه الوقتي اللي هو بيقول لك لو مش المتحدين في الديانة والملة والطائفة. فهنا ان بعض الكناس بترفض الكلام ده او يستطيع الترفع عن توثيق الزواج باحدى مكاتب التوصيق. ويكون الزواج صحيحا في نظر القانون. الزواج يا جماعة بيكون فيه كناس ممكن ترفض ان هما ما يكونوش متحدين. فممكن مكاتب تقدر توثق الزواج عن طريق مكاتب التوصيق. ويكون الزواج صحيح وما بيكونش فيه اي مشكلة. علانية الزواج. يلزم ان يبرم عهد الزواج في جو من العلانية. وحضور شاهدين على الاقل. وحضور الشاهدين من اركان صحة الزواج. يعني ده من اركان صحة الزواج ايه? انه يكون فيه شاهدين. الا الا اما الا ان شريعة الكاثوليك تبيح الزواج سرا استثناء. يعني يا جماعة بيقول لك لازم الزواج يقع امام شاهدين. تمام? اه ولازم خلاص شاهدين. اما الكاثوليك فبتقول لك ممكن يكون سرا استثنائي في حالات استثنائية بس. كده خلصنا علانية الزواج. حكم الزواج المعقود في الخارج. ايه حكم الزواج يا جماعة لو لو اتنين مسيحيين اتجوزوا برا دولتهم? ايه اللي بيحصل? توجب شريعة الاقباط. يعني شريعة الامة الارثوزوكس اللي موجودين في مصر. اللي هو تبقى لقانون البلد البلد التي يكون فيها الزواج فيه خلال ست شهور من تاريخ عوضته. يعني لازم اه تكمل بعض المراسم او الحاجات اللي هتحصل اه بعد ست شهور لما ترجع البلد اللي انت فيها. اللي ترجع ملد مصري. يعني او انت مسلا كنت في خارج ارثوزوكس الكبت كنت في الخارج وجوزت واحدة ارثوزوكسية كبتية هناك. وما لقيتش مسلا عن اعرف في الحادات الجاية ان يتقدم للرئيس الديانة لاتمام الزواج تبقى للتقوس الكبتية الارثوزوكسية. يعني انت لازم لما ترجع في خلال خلال ست شهور او لما ترجع لدولتك اه تروح له الرئيس الديني علشان يتكمل التقوس الكبتية الارثوزوكسية. يسور التساؤلات عن مصير الزواج ازا لم يتقدم الاطراف لجهة دينية عقابة العودة وهنا الفارج. يعني بيقول لك عقاب العودة هل لو انت اه في اتجاهات كتير? هل لو انت مسلا ما حضرتش هيسبب مشاكل? هنشوف ده الاول. اول حاجة الفرد الاول. ده فيه بيقول لك هناك نفرقة بين سلاسة فروض. اول فرد ازا تم الزواج امام الكنسل المصري بالدولة. لو كونسل المصري انك مسلا في دولة امريكا انت تجوزت في دولة امريكا والكنسل المصري كان امام الزواج. التي يوجد فيها الزوجين. يكون الزواج صحيحا نظرا لاختصاص الكنسل بتحرير عقود الزواج بين المواطنين في الخارج. ويلتزم الكنسل قبل تحرير الزواج ازا كان الزوجين متحدين ديانة وملة اخذ رأي الكنيسة لتأكد من عدم وجود مانا. يعني يا جماعة لو حصل قدام الكنسل المصري فبيكون الزواج صحيح وما بيكونش في اي مشكلة. وبيلتزم الكنسل كمان يا جماعة قبل تحرير الزواج اللي هي حتة الديانة والملة والطائفة انه لازم ياخد رأي الكنيسة عشان ما يشوف عشان لو فيه منع او حاجة. الفرض الثاني ان يتم عقد الزواج تبقى للشكل القائم في الدولة التي يوجد فيها الزوجين. وهنا يعد صحيحا حتى لو اتم الزواج في كنيسة اخرى غير التابع لها الزوجين. ويلزم عند العودة لاتمان بعض الاجراءات. ولكن لا يؤثر ذلك على يعني الاولى والتانية العادة بيبقى صحيح وما بيؤثرش على بس انت لازم لو انت بتاخد الشرط التاني الفرض التاني ده جماعة انت تكون في دولة بتعمل الزواج على حسب الشكل القائم اللي في الدولة. بس في كنيسة تانية غير الكنيسة مسلا الكبتية اللي هي السوريانية. او مسلا اي حاجة تانية. رومية مسلا اي حاجة. فانت بتروح عادي تتجوز على طريقة الكنيسة دي. ولما ترجع بتي برضو بتيجي تكمل هنا. يلزم عند العودة انه يتم بعض الاجراءات. تمام? الفرض الثالث اذا عقد الزواج بدولة اجنبية. لتشترط الشكل الديني. يعني هنا في شكل ديني فرضه اول فرض تاني. ان ده امام الكنسول مصري وهنا ايه? الشكل القائم في الدولة. اما ده لتشترط الشكل الديني للزواج. وتكتفي بالشكل المدن. اللي هو التوصيق بس يا جماعة. وهنا يعد الزواج صحيح هنطبقى للرأي الراجح. حتى لو لم يتم بالشكل الديني. بشرط قلة يخالف النظام العام في دولة جنسينا. يعني ده لو بيخالف النظام العام يبقى ده مش هينفع. لازم ما يكونش بيخالف النظام العام. تمام? يعني ما بشتريتش الشكل الديني ووفقى الرأي الراجح اللي في النهائي. تمام? كده التلات فروض اللي احنا قلناه. الزواج والشكل الديني. لا يكفي لانعقاد الزواج المسيحي. ان تتوفر الشروط الموضوعية. وانما يلزم جانب ذلك ان يتم الزواج علنا. يعني يا جماعة عشان يحصل انعقاد للزواج المسيحي. للزواج المسيحي. لازم يحصل شروط موضوعية. وكمان يتم علنا. تمام? وقلنا في سرا بس بيقع عند الكاثوليك. وفقا للتقوز الدينية المرسومة. وإلا كان الزواج باطلا. يعني لازم يكون في تقوز دينية. التقوز الدينية. آآ في فعل ابن التقوز الدينية وسرا. يعني هنا السر برضو بيعملوا التقوز الدينية. يعني المهم في الاخر يا جماعة انه يكون وفقا للتقوز الدينية. ولازم يكون علنا السر دي احنا قلنا بس في الكاثوليك. وكمان حطاست اسناء. ولازم تتوفر الشروط الموضوعية. تمام? وإلا لو ما اكتملش اي حاجة من دول يبقى الزواج باطل. تمام? ويتمثل الشكل الديني للزواج بابرام الزواج وسلطه على الزواجين. وتعتبر صلاة الاكليل الركن الاساسي في الشكل الديني للزواج. يعني يا جماعة آآ صلاة الاكليل اللي احنا اخدناها ورا دي لو ما تحققتش يا جماعة يبقى الزواج باطل. تمام? آآ ويتمثل آآ خلاص دي قلناها ويلزم ان يبرم العقد ذاته في جو كافي من العلانية. يعني لازم يكون معلن. ولا بد من حضور عدد من الشهود ليقل عددهم عن سنين. يعني لازم اتنين من الشهود اقل حاجة. وهناك اجراءات اخرى لا يترطب على تخلفها بطلان الزواج. مثل شهر الزواج. اشهر الزواجة جماعة مش بيبطل العقد زي ما قلنا ورا. اي الاعلان عنه قبل ابرامه. حتى يتمكن زوج شأن من التقدم والاعتراض في حالة وجود مانع من الانعكاد. والحصول على اذن الرئيس الديني المختص قلنا لحكتين دول ما بتبطلش عدد الزواج. والشريعة الاسلامية لا تشترط شيئا من ذلك. حيث يوجد يكفي وجود الاجاب والكبول على طول. لكن المسيحية جماعة لازم تتمثل في ثلاث حاجات انه يكون علنا وتتوفر الشروط الموضوعية ويكون وفقا للتقوس الدينية المرسومة. فالتراضي بقى باخر حاجة فالتراضي والشهود والتوصيق امور مشتركة بين الشريعتين المسيحية والاسلامية. تمام? اما حاجة الرضا والشهود والتوصيق. ويمكن الفارق في اشتراط الاول تدخل الكاهن. ده الفرق ان هو يتدخل لازم يكون في كاهن لاتمام الزواج. الا انه من الناحية العملية الان يقوم المأزون بتوصيق زواج المسلمين. يعني هنا الكاهن وهنا المأزون. ويقوم الكاهن بوصفه موفق بابرام عقد الزواج. بتوصيق عقد الزواج. وهي نفس الدفاتر الموجودة برضو عند المأزون. فالكاهن يقوم بمهمتين. الاولى ابرام الزواج واستفاء اركانه وشروطه وقيده بسجلات الكنيسة. والثاني بيوصقه زي المأزون بالزبط. يعني بيبرمه وبيعمل كل حاجة وبتأكد من الاركان والشروط. وكمان بيوصقه زي المأزون. يعني بيقولك الاتنين كده يعتبر زي بعض فيه امور مشتركة ما بين الشريعتين المسيحية والاسلامية في حتة المأزون والكاهن. تمام? اثبات الزواج. الكتاب ان احنا عشان نسبة زواج للمسيحية بيتم عن طريق الكتابة الدينية. تلزم الشرائع الطائفية كقاعدة عامة. صيغة عقود الزواج في محرر مكتوب. يعني لازم يكون في صيغة عقد الزواج ده في محرر يكون مكتوب. وتدوينه في السجلات الخاصة بالكنيسة. وبيتدون في الكنيسة. تمام? ويقوم بذلك رجال الدين عقاب اتمام الاجراءات الزواج وتقوسة الدينية. تعتبر محكمة النجد اه تعبر محكمة النجد عن قيمة هذه الكتابة انها اجراءات لاحقة على انعقاد العقد. وليست شروط موضوعية او شكلية اللازمة لانعقاد. فلا يترتب على اخفالها بطلانه. يعني يا جماعة الازبات بالكتابة الدينية ان لازم يكون في محرر مكتوب ويتسجل والكلام ده كله. كل ده جماعة مش بيرتب عليه ابطال عقل الزواج. تمام? اه دي اجراءات لاحقة ليست من الشروط الموضوعية ولا الشروط الشكلية. تمام? اه يقوم مكتب التوصيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة والطائفة. كما ان هذا يعني لازم مكتب التوصيق يا جماعة عقود الزواج اللي هي بالنسبة للمسلمين اللي هم مش مختلفين. اللي هم مختلفين قصدي في الطائفة او الملة. كما ان هذا المكتب هو الذي يكون بتوصيق عقود الزواج. ولو اتحدى الافراد اللي في الطائفة والملة. وكان احدهم اجنبي. يعني كده سواء كده او كده مكتب التوصيق بيوسقهم. يتولى توصيق عقود الزواج والطلاق. بالنسبة الى المصريين غير المسلمين. والمتحدي طائفة والملة. موثقون منتدبون يعينون بقرار وزير العدل. وبالنسبة للزواج المبرم قبل سنة الف تمنمية سبعة وتسعين. يمكن ازباد بشهود الشهود. بشرط ان تكون الزوج الزوجية معروفة. اما عن الزواج المبرم بعد السن ده. فلا تسمع دعوة الزوجية الا ازا كانت مؤدية باوراق خالية من شبهة التزوير. يعني خلال التزوير يا جماعة الحتة قبل سنة سبعة قال له الف تمنمية سبعة وتسعين كان آآ ممكن تثبته بشهد الشهود عادي. تمام? لكن دلوقت يا جماعة لو في اي تزوير من بعد الف تمنمية سبعة وتسعين لالف تسعمية وحداشر والحتة دي مهمة ما ينفعش آآ لازم تكون مؤدية باوراق وما تكونش فيها التزوير. وبالنسبة للزوجة اللي تم برامو من الف بقى تسعمية وحداشر لالف تسعمية واحد وتلاتين في حالة انكار الزوج من احد الزوجين ووفاة الاخر فلا تسمع الا ازا كانت باوراق رسمية او مكتوبة. تمام? يعني الاسبتات يا جماعة بتختلف من اختلاف العوام ولازم تحفظ الحتة دي. اما عن الزواج المبرم منزو اول اغسطس الف تسعمية واحد وتلاتين فلابد من وصيقة زواج. لازم من بعد واحد بقى وتلاتين وصيقة زواج رسمية لسماع الدعوة. يعني من غير وصيقة الزواج الرسمية دي يا جماعة لا تسمع دعوة عند الانكار زي ما بيحصل يا جماعة ليه الاسلام ان احنا قلنا بالنسبة لده اعتبر حاجة زي العرفية. لا اعتبر التوصيق له صحة الزواج بل مجرد دليل لاثباته. يعني اه عشان التوصيق ده جماعة بتبقى حاجة اساسية واحنا قلنا العرفي ما بيكونش موسق. فاحنا ده يعتبر جماعة زي الزواج العرفي عند الاسلام. تمام? اصار تخلف بالسلحة دي بقى لازم تعحفظها اللي هي بتاعت السنوات دي. اصار تخلف التوصيق. قرر المشرع بانه لا تقبل عند الانكار الدعوة الناشئة عن عقد الزواج في الوقاع اللاحقة. اول اغسطس سنة الف تسعمية واحد وتلاتين. ما لم يكون الزواج سببتا بورقة رسمية. واسر هذا الحكم على المسلمين وغير المسلمين. يعني لو ما فيش ورقة رسمية بالاثبات لو انقر الزوج ما هنا لا تسمع الدعوة اصلا. تمام? الحكم الخاص بالزواج العرفي هو يعتبر الزواج العرفي ده جماعة. ونفس اللي احنا خدناه في الشراع الاسلامية. الحكم الخاص بالزواج العرفي. استسنى المشرع من الحكم السابق دعاوة الفسخة والتطليق دون غيرها. حيث تقبل هذه الدعاوة في حالة ثبوت الزواج باي كتابة. ولو لم تكن رسمية. ولو انقر المدعي عليه الزوج للزوجية. ولكن يشترط قال لي يقول عن تمنتاشر سنة احنا قلنا عشان اصلا الاسبات من بعد تمنتاشر سنة. ومن سما يمكن تطبيقه تمنتاشر من الستاشر جماعة للزوجية ستاشر لا احنا عدي لها القانون وخليها تمنتاشر للاتنين. ومن سما وده اللي هنقضو به اللي هو تمنتاشر سنة. ومن سما يمكن تطبيقه على غير المسلمين عند تعذر اثبات الزواج الصحيح بالوثيقة الرسمية. كما ان في حالة اه فجدان الاوراق لاي سبب. تمام? اه بطلان الزواج. اسباب البطلان البطلان في اسباب بطلان موضوعية واسباب بطلان شكلية. جماعة البطلان ده لازم تعرفه جدا. يبقى بسبب بسبب مسلا الاكاليل بيحصل بطلان. بسبب الاشهار او الاعلام ما بيحصلش بطلان مسلا. لازم تبقى عارف الحاجات دي. تمام? اه اسباب البطلان الموضوعية. البطلان عن تخلف التراضي او احد عناصره. اه فيكون عقد الزواج باطلا ازا اختلف رضاء كلا من الزوجين او لو متطبق في انعقاده الزواج كالاكراه مسلا. ان لو كان في اكراه يا جماعة ان الشخص التاني مش راضي عن الزواج فهنا بيبقى دي من احدى الاسباب البطلان الموضوعية. البطلان بسبب قيام مانع من الموانع. يبطل الزواج ازا انعقد العقد رغم قيام مانع من الموانع الزواج كالقربة وكلام ده. يعني يا جماعة قدامنا احنا الشرط الموضوعية ان لو كان فيه مانع زي المانع اللي هو القرابة والارتباط الزواجية والعجز الجنسي والحاجات اللي احنا دي. اه فلو دي مانع موجود وانت اتم الزواج فالزواج هنا بيبقى اسباب بطلان وبطلان موضوعي. اه تالت حاجة الا ان هناك بعض الموانع لا يبطل فيها الزواج. موانع لا يعتد بيها في القانون المصري. اللي احنا قلناها اللي هي موجودة في مصر بس مش بتطبق. تمام? يبقى كده الموانع البطلان الموضوعية اهم حاجة ان هي تعرفها التراضي وان ما يكونش القرابة او اي منع موجود. اما الموانع اللي ما بتطبقش في مصر فدي اصلا ما بياخدش بيها القانون المصري ولا تطبق وما لهاش اي لازمة. وتطبق هنا الشريعة الاسلامية. الاسباب بقى البطلان الشكلية. تخلف الاجراءات التي تسبق الزواج. كالاشهار والحاجات دي يا جماعة. الاشهار والحاجات دي من الشكلية. اما البطلان الموضوعي. الموضوع يا جماعة. ده بيبقى الحاجات مسلا يعني اقولها لك ازاي. الرضا. الحاجة الاساسية. الرضا اللي هو كالاكراه والكلام ده. اللي يكون اه فيه مانع اصلا قبل الزواج. لكن ده بقى في الشكليات يا جماعة. زي مسلا الاشهار. الحصول على اذن الرئيس الديني. عدم الحصول على ذلك الازن. يترتب عليه جزئات تقديبية دون ان يؤثر على اه صحة الزواج. تمام? تجيز الشريعة الكاثوليكية انعقاد الزواج بغير حضور الكاهن في حالات معينة. يعني ممكن بتجيز الشريعة الكاثوليكية عادي انعقاد الزواج من غير حضور الكاهن في حالات معينة. اخفال بعض مراسيم الزواج كالخطأ في تحرير وثيقة الزواج. تمام? اه لا يبطل الزواج ازا تم في اه اخفال بعض مراسيم الزواج كخطأ في تحرير الوثيقة الزواج. الخطأ في الاخفال ده في بعض المراسيم او الحاجات دي بتبقى سبب بطون شكلي. تمام? لا يبطل الزواج ازا تم في الايام الممنوعة لعقد الزواج فيها. وانما يدخل الامر في دائرة التحريم. يعني دي يا جماعة ما بيبطلش الزواج. ان مثلا انت ما كنت مفوت تتجوز في الاسبوع الجاي. فانت لما الاسبوع الجاي مسلا لو انت جوزت النهاردة بدل الاسبوع الجاي. فده بيكون تحريم ديني بس ما بيبطلش عقد الزواج. يبقى اللي لا يبطل عقد الزواج. اه الوقت اللي انت بتتجوز فيه. الاخفال بعض المراسيم ده بيكون سبب بطلان. تجيز الشريعة الكاسوليكية. وبيقول لك تخلف فقا الاجراءات. واحنا قلنا الاكاليل والحاجات التانية دي مهمة عشان بتبقى دي اسباب بطلان شكلية. تمام? الحد من اعمال بطلان الزواج. طبيعة البطلان. عندنا بطلان مطلق وبطلان نسبي. البطلان المطلق هو تخلف احد اركان التصرف يتمسك به كل دي مصلحة. وللمحكمة تقتضي بها من تلقاء نفسها. ولا يجوز بالاجازة او التقادم. البطلان المطلق ده جماعة. ده احدى من الشروط الاساسية يا جماعة. الشروط الاساسية دي لو اه من الاركان الاساسية لو الاركان دي مش موجودة يبقى ده بطلان مطلق. اما البطلان النسبي اللي هو الغلط والاكراه. عيوب الارادة. يبقى اي حاجة غير عيوب الارادة يبقى ده بطلان مطلق. اما البطلان لنسبي لازم يكون من العيوب الارادة. تمام? وحنا قلنا الحاجة اللي بتبقى موجودة المسيحيين اللي هم ما الغلط والاكراه. بس. الغلط والغش والاكراه. لم يعد ما التدليس والاااا الاستغلال دول مش موجودين. تمام? الا ان ملامح بطلان في الشرائع الدينية تختلف عن الصورة السابقة المعروفة في القانون المدني. فلا تعرف اغلب الشرائع على التفريقة بين نوعين البطلان. ولم تأخذ بتلك التفريقة سوى شريعة الاجباط اللي هما تمام? يعني الاجباط هما اللي عرفوا البطلان النسبي والمطلق ده. تمام? سكوت الحق في التمسك بالبطلان. ان بيسكت الحق لما انت بتتمسك بالبطلان ده. اما ازا كان الزوج معقود قبل الزواج معقود. قبل بلوغ الزوجين او احداهما سن الزواج فيسكت الحق في بطلانه. تمام? هنا بيسكت الحق في البطلان يا جماعة لو السن القانوني تمنتاشر سنة ما كملش للاتنين. اه في بطلانه. اما بالحملة او بماضي شهر فيه على البلوغ. ازا كان عقد الزواج القاصر بغير ولاية فلا يجوز التعن فيه الا من قبل ولايه او من القاصر. تمام? التعن العليب الالغاء. اه ولا تقبل الدعوة منها كأن الولية قد اقرى صراحة او ضمنها. الحاجات دي يا جماعة دي الحاجات الجسر. بيقول لك ايه? سكوت التمسك يعني سكوت الحق في التمسك بالبطلان. ان انت يعني بيسكت حقك. الشروط دي يا جماعة انت بتحفظها واحدة واحدة. تمام? ازا وقع غش في الزواج فلا يجوز التعن عليه الا من الزوجة الذي وقع فيه الغش. يسكت الحق في البطلان ازا كان هناك عيب في الرضا. بعد شهر من تاريخ العلم. يعني يا جماعة عشان تبقى عارف البطلان بيسكت حقك لو انت ما تقدرش تبت العادة ده. اه لو في الخمس حاجات دول. الخمس حاجات دول لو تمت يا جماعة فانت ما بتقدر حقك بينتهي في ان انت ترفع دعوة البطلان. تمام? اه تصحيح الزواج البطل. ده بقى المهم اللي انا كنت عايزة اوصلله تمام? انا خلاص اهم حاجة زواج تصحيح الزواج البطل والزواج الزني دول علشان الناس ايه مش فاهمانه جامد. اه تصحيح الزواج البطل يعني اين صحح زواج البطل? مفهوم التصحيح. تصحيح الزواج هو الاجراء الذي ينقلب به الزواج البطل الى الزواج الصحيح. يعني هو كان زواج بطل وفيه وبعد كده بيتعمل بيتصلح كان فيه مشكلة صغيرة بيبقى فبيتصلح بيها وهنا يختلف التصحيح عن الاجازة ففي الاجازة يتنازل الشخص الذي له حق التمسك بالبطلان عن حق الصراحة ده بيتنازل عن عن الحق اصلا او ضمنا اما التصحيح يتخذ اجراءات معينة لاسباء لازالة سبب البطلان يعني جماعة في اجراءات لو عملتها هتزيل سبب البطلان وده اللي بيختلف عن الاجازة ان الاجازة انت بتتنازل عن حقك ده تمام في البطلان التصحيح البسيط وبه ينقلب الزواج صحيحة منذ التصحيح اي دون اصل رجعي تمام في يا جماعة التصحيح البسيط ده بيكون يا جماعة ان هو الزواج بينقلب لزواج صحيحة يعني دون بقى اصل رجعي يعني مثلا زي الردة الردة يا جماعة انا مسلا الزوجة ما كانتش راضية في الاول بالزوج المسيحي ده حلو وبعدها فترة شافت الزوجة المسيحية ان مثلا انا راضيت بيك والكلام ده وردت بالزوج وبقى كله تمام فبعد كده ده كان باطل اهو بعد كده بقى صحيح فده التصحيح البسيط تمام او قيم مانع او تخلف الشكل الديني فاذا كان العيب متعلق بالرضا يتم ازا ازا صدر الرضا صحيح من ما لم يرضي عليه مسلا تمام اما ازا كان بطلان الزواج بسبب قيم من موانع الزواج فيشترد تصحيحه شرطان اول حاجة زوال المانع لازم المانع اللي موجود يتشال عشان البطلان يتصلح وتجديد الرضا انها تقول له انا راضي عبك يجدد الرضا عادي تمام اما ازا كان سبب البطلان هو تخلف الشكل الديني فاذن الزواج يصحح بعد ان يعد الشكل من جديد وفقا للصريغة والشكل المطلوب التصحيح بقى من الاصل التصحيح البسيط اما حاجة تعرفها فيه ان هو بيتم دون اثر الرجعي ولازم تعرف يعني حاول تعرف الحالات ودي امثلة عليها تمام ولازم يزيل المانع وبيتجدد الرضا ازا الريضة الزواج تاني حين التصحيح بقى من الاصل حاجة بتحصل من الاصل يا جماعة يعني دي لازم تحصل باصل رجعي مثلا زي الخلفة والكلام ده اما الرضا ده بيتم بدون اثر رجعي لانه مش محتاج اثر رجعي زمان يعني ما ينفعش الحاجات دي تتم باصل رجعي اما الخلفة واحد لو خلف هنا ما يسماش باسمه لا يسمى باسمه تمام التصحيح من الاصل اه هنا ينقلب العقد صحيحا باثر رجعي وهنا يستطيع اه منح هذا التصحيح ازا كان هناك نقصان في الشكل فقط او كان راجعا لاحد الموانع كالزنة ولا يمكن التصحيح من الاصل ازا كان البطلان راجعا الى نقصان الرضا تمام ولا يمكن التصحيح من الاصل ازا كان الزوجين بين الشخص واصله وشخص وفرعه تمام اه اما ازا كان بطلان الزواج راجعا الى وجود مانع من الموانع الكنيسية او نقصان في الصيغة او الزواج فدي يا جماعة الشروط اللي هي بتكون ان ينفع فيها التصحيح من الاصل والحاجات اللي ما ينفعش فيها التصحيح من الاصل الزواج الظني مفهوم الزواج او كلاهما يجهلان سبب الابطال وقت ابرام العقل ففي حالة حسن ان هي الزوجين او احداهما فان بطلان الزواج يقتصر على المستقبل فقط ولا ينسحب الى الماضي حيث يعتم الاعتراب بوجود العلاقة الزوجية واثارها بالنسبة للماضي الزواج الزني انا ياسف يا جماعة لو انا بجري شوية او حاجة بس دي فيه شروط انت لازم بتحفظها انت مع نفسك فاهم اللي حاجة اللي تنفع والحاجة اللي ما تنفعش اه لاني قلت لك الجزء الاخير ده بيترطب على حفز كتير لانا ما يحبش الحفز زيكم بس لازم انت بقى انت عارف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش ومش عارف ايه ففي حالات لازم تكون حفظها وكلام ده فالمهم ده الزواج الزني بقى الزواج الزني ده ازاي يا جماعة بيكون مسلا ان احنا قلنا بالنسبة للمسيحيين بالنسبة مسلا للكاتوليك بيبقى الزواج حرام من الدرجة الستة الدرجة الستة دي قلنا يا جماعة دي درجة بعيدة فممكن مسلا اكون خارج بره واحدة تكون قربتي من الدرجة الستة تمام او من الدرجة اقول لخمسة فانا اتجوزتها حلو فده بيكون هنا خلو ما كنتش اعرف ان هي قربتي من الدرجة الخمسة لان دي درجة بعيدة جماعة قلنا دي الدرجات دي بعيدة فالمهم اتجوزتها حلو وبعد تلات سنين جاء خلفنا عيلة والكلام ده ورجعنا وكنا احنا الاتنين حسن ان هي ما نعرفش ان دي من الدرجة الخمسة حلو? فهنا اه ده الزواج الزني تمام? بعد كده هل في حالة الزواج الزني دي اللي هي قربتي من الدرجة الخمسة دي. ايه مالفروض محرم عليها لحد الدرجة الستة دي من الدرجة الخمسة واتجوزتها. ايه اللي هيحصل هنا بقى? شروط الزواج الزني. وجود مظهر للزواج وقتا اعقاد وهي لازم المظهر يكون صحيح يجب الاعمال احكام الزواج العادية على سبيل الاستثناء من خلال نظرية الزواج الزني. اتخاذ الزوجين مظهرا قانونيا معينا وان كان باطلا اصلا. تمام? اه لازم يكون اه تم شروط الزواج عادة يا جماعة. ويكون كل حاجة تمام. فيلزم ان يكون الزواج باطلا وليس منعدم. تمام? اه فلا زواجة بين شخصين من نفس الجنس مثلا. او بين مساحين من نفس الملة او الطائفة دون اجراءات دينية. هذا الزواج بيكون منعدم اصلا. يعني اكد انه ما حصلتش بس مش باطل بقى بسبب شروط الزواج الزني. اول حاجة يا جماعة من الحتة دي انه لازم يتخذ اجراءات الزواج الاصلية والعادية. تمام? تاني حاجة. توفر حسن النية. لا يلزم لقيام الزواج الزني بتوفر حسن النية للزوجين او احداهما. ويقصد بحسن النية الجهل بسبب البطلان. اي الاعتقاد بان الزوجة انعقد صحيحا. ومثل هذا الاعتقاد الخاطئ قد يكون مبناء الغلط في الوقوع كالزواج الشخصي من قريبته دون علمه. او الغلط في القانون. كأن يتزوج الشخصي من قريبته مع علمه بذلك. ولكن من جهلها هي. تمام? الحتة دي يا جماعة عشان تبقوا فاهمينها ان دلوقتي لو كان احداهما آآ يعلم كان عنده حسن النية. ان انا معرفش مسلا ان دي آآ قريبتي من الدرجة الخمسة عشان كده اتجوزتها. كان في واحد احداهما من حسن النية. يا اما الزكر يا اما الانسة. التاني بقى بيبقى سيء النية. والشخص التاني بقى ده اللي مش حسن النية ده. ايه اللي هيحصله? الزواج هيبقى عادي يا جماعة. مفيش اي مشكلة هيحصل برضو ان زواج ظني. تمام? اما لو يا جماعة اللي اتنين عارفين وهكلام ده. ده اصلا ملوش اي لزمة. تمام? ااا تمام. دلوقتي عارفنا الزواج الظني. لو واحد بس حسن النية والتاني مش حسن. ايه ايه اللي هيحصل هنا? هنا ما بياخدش اصلا مراس. تمام? اه ده بالنسبة ايه? للزواج الظني وتوفر حسن النية. تمام? ويشترد حسن النية عند الطرفين او احدهما اه ازا كان كلهما سايق النية فانه ينتج بطلان باثر راجعي اي لا تنطبق نظرية الزواج الظني اصلا. ده بيبقى باطل باثر راجع كله. تمام? اثر بقى الزواج الظني. تعال نشوف اثار الزواج الظني. ازا كان الزواجين حسن النية. فان الزواج ينتج اثاره كاملة في فترة ما قبل تقرير بطلانه. اما بعد صدور الحكم بالبطلان فان الزواج يزول بالنسبة لمستقبل كالعادة. والنسب. وهذا كزا فالمخالطة الجلسية التي وقعت بين الزواجين لا تعتبر زينها بل تعتبر علاقة شرعية زوجية صحيحة. تمام? وما ينتج عنها من اولاد شرعيين فاذا ما تكرر بطلان لا ينتج الزواج اثر بالنسبة لمستقبل. يعني ايه الكلام ده جماعة. يعني بالنسبة لازار الزواج الظني ان كل العلاقة اللي انتم عملتوها الزمان دي كانت علاقة شرعية كلها وما كانتش فيها اي مشكلة. وما كانتش علاقة زينها. والعيال شرعيين عادي. وبيتسموا كل حاجة تمام. حتى لو كانت الزوجة حامل دلوقتي فبرضو بيتسمى باسم الاب. تمام? اما بقى اي حاجة في المستقبل بيتم التفريقة بينهم. تمام? وما ينفعش اي علاقة بينهم بعد كده. والكلام ده خلاص. تمام? ده اثار الزواج الظني. اما اذا كان احد الزوجين فقط حسن النية. فان الزواج لا يترتب عليه اثره الا بالنسبة للزوجة اولاده المرزوقين له. من ذلك الزوج. فقبل الحكم بالبطلان يارس الزواج حسن النية اللي قلت لك حسن النية اللي هو حسن النية هو اللي بيارس بياخد المراسة والوصية والكلام ده. اما العكس غير صحيح. اللي هو سيء النية فلا يارس بطبيعة الحال. ترتيب القضاء لبعض اثار الزواج الباطل. تمام? في بعض الاثار على الزواج الباطل. القضاء والفق. لا يعملان على قاعدة الاثر الرجعي للبطلان على اطلاقها. بل يخففانها من احكامها. يعني مش بيه. ده مش يعني بص. لا يعملان على قاعدة الاثر الرجعي للبطلان. بس بيخففوها. في حالات معينة نظرا لقوة هذه الاحكام وصعوب التطبيقات. وجوب ان تعتد المرأة لازم يبقى فيه فترة عدة للمرأة. قبل دخولها في علاقة زوجية جديدة. يعتبر الولاد في حكم الاولاد الشرعيين مش الغير شرعيين. حتى ولو كان الابوين سيء النية. فبرضو ينسبان. في الحتة دي. تمام? ده الزواج بقى اللي هو اصلا باطل اللي اتنين سيئين. يمكن التعويض عن البطلان الزواج عادي ما فيش مشكلة. يبقى التلات حاجات دول عشان يخففوا يا جماعة الزواج اللي حصل اللي اتنين سيئين نية. فده بيخفف عليها. تمام? آآ اثار الزوج الزواج اللي هو المسكن والسلطة الزوجية والحاجات دي سهلة جدا. ناخدوها المساكنة تحقق المساكنة بين الزوجين بالاشتراك في معيشة واحدة تحت سقف واحد. وما يتفرغ عنه ذلك من المعاشرة بالمعروف والمخلطة والكلام ده بينهما فالتزام بالمساكنة يقع على عاطق كل من الزوجين. ما لم يقم هناك عذرا مكبولا كالمرض او التجنيد. تمام? آآ ده بالنسبة للمسكن السلطة الزوجية تجمع الشرائع الطائفية على انه يجب على المرأة ان تطيع زوجها وتسلم له رئاسة الاسرة. ان الزوج هو اللي بيبقى آآ هو الرئيس الاسرة يعتبر ولا يعني ذلك ان سلطة الزوجية تعني العبودية للرجل. مش العبودية يا جماعة هنا في زل الحدود الشرائية. وتكون الطاعة في حدود ما شرعه يعني يا جماعة الطاعة مش آآ كده الزوجة مش عبدة للزوج. لا. هو في نطاق محدد. آآ بيبقى في طاعة للزوجة بالنسبة للزوج. على آآ في نطاق ما شرعه الله لها. تمام? كرر الزوجية في المنزل. الاصل انه على الزوج بالقرار في منزل الزوجية. طالما توفرت فيه شروط المسكن الشرعية. القانونية. اباحة للزوجة الخروج دون اذن زوجها بحكم الشرع. مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة. يعني يا جماعة لازم تسكن زوجتك في حتة شرعية. مسكن شرعي. وحاجة كويسة. تمام? اما آآ اباح بقى للزوجة ان هي تخرج من آآ دون اذن الزوجة دون اذن الزوج من المكان اللي هو آآ حطوها ده للضرورة. تمام? ان المسكن ده مش شرعي. ما ينفعش تسكن زوجتك هنا. فهي ممكن دون اذن الزوج تطلع من المسكن ده عادي. لم يكن للزوجة الحق في السفر الى خارج ارض الوطن. دون اذن الزوج. وكانت وزارة الداخلية ترفض استخراج جواء السفر لهوة دون اذن الزوج. تمام? آآ من جهة ووجه المشرع ليكرر الحق في السفر من جهة اخرى. وعلى الزوجة المتضرر من السفر زوجته اللجوء الى القضاء المستعجل الاستدار امر بالمنع. وقد جاء الحكم عاما بحيث يشمل كل من الزوجين. يعني ايه يا جماعة? يعني السفر زمان ما كانش بيتم اصلا ما ينفعش يطلع لجوة السفر الا بازن الزوج. حلو? فهنا زمان بس دلوقتي يا جماعة يجوز للزوجة انها تسافر عادي. آآ بعد كده بعد ما جددوا الحاجات ينفع للزوجة انها تسافر. بس ممكن ان ان الزوج يروح للقضاء ويعترض على الكلام ده. القيام بشؤون المنزل. اختلفت الاراء في هذا الامر بان عقد الزواج ليس بعقد خادمة. ويرى اخر ان الزواج تخدم الزوج في كل شيء. ويرى الثالث بان على الزوج نفقت الزوجة واخدامها. يعني ايه? فيه تلات اراء بسبب ان هي يا جماعة ان هي تقوم تقوم بشؤون المنزل. في حد قالك ان الزوجة كالخدامة. وفيه حد تاني قالك يرى ان ان هي مش خدامة. والتالتة بيقول لك ان اه على حسب النفقة لان الزوج بيدفع نفقة للزوجة. فالنفقة دي كان نفقة خادمة. تمام? اما في العص الحديث فتشبعت الحياة وخرجت المرأة للعمل. مما جعل هذا الامر يسري وفقا للعرف والفايصل هو اما حاجة يا جماعة في القيام بشؤون المنزل. وده اهم حاجة عندنا ده ده الحاجة النهائية ما بين كل الكلام ده. حسن المعاشرة ما بين الزوجين والتعامل للمشترك. ان هم يعملان مشتركين علشان الحياة المجتمعية بالنسبة لأسرتهم تكمل. ان اما حاجة تطلع صح. مش الخدامة ومش عارف ايه والكلام ده. اما حاجة ان انتو تتعاونة والتعامل مشترك ما بينكم حسن المعاشرة. تمام? اه انا ياسف لو انا شرحت بسرعة قوي في حتة ممكن تكون سقطت مني او اي حاجة مش عارف اليوم النهاردة والله حاولت اشرح بدري. اليوم مقلوبة عندي. مش عارف تحس ان في حوارات كده مقلوبة كتير. ودمغك واجعك ومش عارف ايه. فخشوا جروب الواتس لسا ما تاخدش جروب الواتس عن طريق الرقم تحت. عشان لو فيه جزء ايه اوقفت معك او حاجة او لها لك فلوكوردات عشان انا ما كنتش ايه كده سقطت حاجة. بالنسبة للجزء الاخير مش عارف هاشرح ولا لا? لان ده كده هينزل اصلا متاخر فمش عارف التاني هينفع ينزل او لا? لو ما نزلش ممكن نعمله خاص هيبقى غير مدرك اللي هيخش على لينك بس من الجروب. فانت لسا ما داخدش الجروب خش الجروب عن طريق الرقم تحت تمام? واكيد يا جماعة الجروب ده بس المذاكرة مش عشان حوارات تانية عشان دماغ البنات وانا عارف الحوارات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.